عاملين ايه يا جماعة ربوا تكونوا بخير دايما النهاردة جايب لكم 3 قصص مختلفة كلها قصص حقيقية بس اغرب من الخيال والنهاردة دخلنا في الجزء الرابع من السلسلة دي وعلشان ما اطولش معاكو كتير في المقدمة يلا نبتدي اول قصة من القصص بتاعدي في صباح يوم من اوائل يونيو سنة 2011 في مدينة كازان الروسية امرأة روسية عندها 49 سنة اسمها فاجيليو موكا متزانو صحيت في اليوم ده وهي حاسة بالغساء فاجيليو كان عندها حبة مشاكل صحية والدكاترة نصحوها انها ما تبزلش اي مجهود او تعرض نفسها للزعل او الغضب الشديد وتحاول على قد ما تقدر تكون مسترخية وهو ده اللي عملته فعلا فاجيليو في اليوم ده قررت انها تستقيل من عملها وتقعد في البيت تشرب الشاي تقرأ الجراهي تتفرج على التلفزيون كأنها طلعت بدري على المعاشة لكن بعد فترة صغيرة لما فاجيليو كانت في المطبخ بتعمل الشاي دخل عليها زوجها اللي اسمه فاجيلي المطبخ وسألها انت عامل ايه فقالت له انها حاسة بالغسيان وسدرها واجعها وعملتها عرق كتير وقالت له هدخل رايح في قط النوم ويا دوبك هي لسه طالعة من المطبخ ورايح اقط النوم فجأة سدرها شد عليها جامد ويعت على الارض واغم عليه زوجها حاول يفوقها لكن معرفش فجري على التلفون واتصل بـ 112 اللي هو رقم الطوارئ في روسيا وطلب لها الاسعاف لما وصلت سيارة الاسعاف كانت فاجيليو ما بتتنفسش ولما نقلوها المستشفى اعلنوا عن وفاتها بالازمة القلبية زوجها كان مصدوم جدا ومنهار في الحزن 30 سنة زواج عشرة عمر مش وقت قليل وهو كان بيحبها جدا لكن على الرغم من حالة الحزن الشديد اللي هو كان فيها على طول اتصل بالاهل والقرايب والاصدقاء وكل اللي يعرفهم علشان يحضروا الجنازة في اليوم اللي بعده وفي صباح اليوم اللي بعده الزوج لبس بدل شيك ونضم العيلته وعيلة زوجته واصدقاءه لو حضور الجنازة لما دخل الكنيسة كان فيه الصفوف الكتير دي من الدكاك الخشب المتوجهة لمقدمة القاعة وفي مقدمة القاعة كان فيه النعش اللي فيه جثمان زوجته وكان النعش مفتوح وحوالين النعش كان فيه كمية من الورود اللي يا دوبك قدر يشتريهم بالفلوس القليلة اللي فضلت معاه اول ما دخل القاعة فضل ماشي في نص الطريق وسط الدكاك وكل الحضور كانوا بيبكوا متأسرين في اللحظة دي فضل ماشي كده لوحده لحد ما وصل للنعش المفتوح اللي فيه زوجته اول ما شافه الشه جوه النعش ما كانش مصدق انها ميتة من شدة الصدمة فجيلي ما كانش معاه المالك كافي انه يحنط زوجته فيه ناس فعلا كده في الدول الاجنبية بيحنطوا اموتهم ويحطوهم في سناديق زجاج علشان يشوفوهم دايما قصاد عينهم كأنهم عايشين لكن زوج الست دي ما كانش عنده قدرة مالية انه يحنط فكل اللي كان يقدر يعمله انه طلب من الحنوتي انه يحط لها مكياش كتير على وشها يحط لها روج احمر كتير وبودرة كتير على وشها وكحل ومسكرة على عينيها وسبغة للحواجب بحيث ان المكياش الكتير او التقيل ده يداري علامات الموت على وشها لكن يظهر ان الجماعة توصوا قوي بموضوع المكياش ده زيادة عن اللازم وزوجته في الحقيقة ما كانتش بتحط اي مكياش كانت سايبة وشها على طبيعة فلما شافها في النعش بالمكياش التقيل ده اتصدم من شكلها كانت عاملة زي البلياتش عائلة الزوج والزوجة الميتة كانوا قاعدين في الصفوف الامامية فاجيلي فضل واقف في مكانه شوية يبص على زوجته النظرات الاخيرة وبعد كده رجع وقعد وسط بقية العيلة في الصف الامامي وكان ماسك في ايد امه واخوه ومغمض عينيه علشان يركز في كلمات الصلاة بدل ما يركز على الحزن اللي حاسس بيه ناحية زوجته في اللحظة دي امه فضلت تبكي جامد وبعد كده البكاء بتاعها بقى صوته غريب جدا لكن لما سمع والدته صوتها تغير خفلة يغمع لها من شدة البكاء وطوع على الارض ففتح عينيه علشان يشوفها فلاقاها عملة تترعش وبصل قدامه ومبرق عنيها على الاخر فبص هو في اتجاه ما كانت هي بتبص وشاف قصاده الصدمة التانية اللي حصلت بعد صدمة وفاة زوجته شاف زوجته الميتة وهي قاعدة في النعش بشكل مستقيل وما كانتش بتنطق ولا بتطلع اي صوت وعمالة تبص وهي مبرقة لكل الحضور في الجنازة بالمكياج الغريب اللي على وشها الناس في القاعة من صدمتهم اتخرصوا محدش منهم طلع صوت وفاتحين بققهم ومبرقين عينيهم وكل شوية يبصوا البعض في اللحظة دي الست اللي قامت في النعش ابتدت تسرخ بس الصريخ بتاعها كان خشن ومكتوم كأنها مثلا عايزة تسرخ جامد بس في حد بيخنقها من زرها فضلت تحاول تضغط على نفسها في الصريخ لحد ما صوتها بقى شبه او قريب جدا من زائر الاسد فتخيل لو انت من الحضور في الجنازة دي وشفت واحدة ميتة قامت من النعش بتاعها بالخمسة كيلو مكياج اللي على وشها وبتطلع في الصوت المرعب ده الناس اللي كانوا في القاعة سكتين من شدة الصدمة كلهم ابتدوا يسرخوا والدنيا اتقلب اتفوق عمال الجنازة في اللحظة دي اتصلوا بالطوارئ هنا الزوج فق من الصدمة اللي كان فيها وقام من مكانه وجري على زوجته حضنها الزوجة اللي صحت من الموته كانت عملة تسرخ سكتة عن الصريخ وبصت لزوجها بعيون واسعة وخايفة وهي في حضنه وانهارت في البكاء وبعد كده اغم عليها بعد ما افراد العيلتين عيلة الزوج وعيلة الزوجة فقوا من الصدمة بتاعتهم ساعدوا الزوج علشان يطلع زوجته من الناعش وخرجوها من الناعش وحطوها على الارض رغم انها ما كانتش بتتحرك لكن عينها كانت مفتوحة على الآخر وكانت عملة تبص للناس وهي مرعوبة مع المكياج اللي سايحة لوشها من دموعها وبعد حوالي عشر دقايق من نقلها للمستشفى تم اعلان وفاتها للمرة التانية ودي كانت الصدمة التالتة لزوجة اتضح ان الست دي لما اغم عليها في المطبخ اول مرة واكدوا اصابتها بالازمة القلبية الازمة القلبية اللي جات لها ما موتتهاش كان مجرد بس فقدان للوعي وتنفسها كان ضعيف جدا وما كانتش بتتحرك وما حدش من الدكاترة لاحز جدا فلما فاقت من الغيبوبة فاقت وهي جوه النعش بتاعها وهي لسه بتقوم الرأدتها علشان تشم نفسها شافت نفسها قاعدة في النعش وبصت في القاعة وشافت الناس كلها بتبكي عليها بما فيهم زوجها اكيد في اللحظة دي هي فتكرت نفسها فعلا ميت فمن الضغط الشديد بتاع الصدمة جات لها المرة دي ازمة قلبية اشد من الاولانية وماتت الموت الابداء زمان قبل ما تطلع اجهزة العاب البلاي ستيشن كان في شركة العاب مشهورة اسمها ناينتندو وكان عندنا زمان سنة 98 تقريبا جهاز العاب من الشركة دي اسمه سوبر ناينتندو لكن شركة ناينتندو في شهر نوفمبر من عام 2006 اطلقت جهاز جديد اسمه ناينتندو الجهاز ده اول ما نزل السوق عمل الابان وكان له شعبية كبيرة جدا وكانت الاجهزة دي بتتبخر من على الرفوف في المتاجر لحد شهر يناير في السنة الجديدة اللي هي سنة 2007 والاجهزة دي ما كانتش بتتعرض في معظم المتاجر كانت تقريبا اختفت لدرجة ان الناس كانت مستعدة تدفع مبالغ كبيرة جدا علشان نشتروا اي جهاز منه المهم كان فيه محطة ازاعية بمدينة ساكرامينتو بكاليفورنيا وكانت المحطة الازاعية دي اسمها كي دي ان دي المحطة دي كان عندها جهاز ناينتندو من دول اللي الناس قال بعلي الدنيا الله اعلم جابوه منين بس هم كانوا عايزين يعملوا منه سبوبة تجيب لهم شهرة في القناة فاعلنوا في الازاعة بتاعتهم انهم عاملين مسابقة واللي هيكسبها هيفوز بجهاز ناينتندو وكانت المسابقة اسمها يعني الترجمة بتاعتها امسك لمؤاخذة بولك علشان تمسك او تكسب جهاز الوي يعني ايه الكلام ده بكل بساطة هيدل للمتسابقين ازاز مية والشخص اللي هيقدر يشرب اكبر كمية مية ويقدر يمسك نفسه وما يدخلش الحمام هو اللي هيفوز بجهاز ناينتندو الوي يعني اللي هيقعد اطول فترة ما يتبولش هو اللي هيكسب الجهاز بدأت المحطة دي تروج للمسابقة بتاعتها بشكل كسيف جدا وعملوا حمل الدعاية كبيرة وابتدى يجي لهم اتصالات كتير من ناس عايزة تشترك في المسابقة وكانت الاتصالات دي كلها بتبقى مسموعة على الهواء وكل متصل علشان يترشح للمسابقة لازم يحكي قصة عن اسوأ هداية عيد ميلاد جاتله في حياته واصحاب القصص الجامدة هم اللي هيترشحه للمسابقة المهم في الاخر اختاروا 18 متسابق وفي يوم الجمعة 12 يناير سنة 2007 بعد الساعة 6 الصبح بشوية حضر التمنتاشر متسابق للستوديو بتاع القناة ومضوا المتسابقين على اقرار ان المحطة مش مسؤولة عن اي مشاكل تحصل للمتسابقين سواء مشاكل قانونية او متعلقة بالدعاية او مشاكل صحية او بالوفاة وان المسابقة دي هتتسجل وهتتزع فلازم يمضوا انهم وفقين على اقزعتها وانهم جايين للمسابقة دي بكامل ارادتهم محدش غصابهم على كده والمتسابقين وفقوا ومضوا الاقرارات على كده اصلهم جايين يشربوا مية هيحصل لهم ايه يعني واكتر مشاكل صحية ممكن تحصل مع اي حد فيهم هيرجع الميا اللي في بطنه وخلاص فهم للأسف كانوا فاكرين كده المهم كان من ضمن المتسابقين دول ام لثلاث اطفال عندها 28 سنة اسمها جينيفر سترينج وقررت انها تدخل المسابقة دي علشان تكسب جهاز الناينتيندو الوي وتجيبوا الاطفال هتفرحهم بعدما المتسابقين مضوا الاقرارات دخلوهم من الاستوديو وابتدت المسابقة الساعة ستة وخمسة واربعين دقيقة صباحا كانت المسابقة عبارة انهم بيدهم ازاز مية صغيرة الازازة تقريبا حجمها ربع لتر وكل ربع ساعة لازم يشربوا الازاز دي والربع ساعة اللي بعدها يشربوا ازاز جديدة يعني كل متسابق لازم يشرب ازازة كل ربع ساعة والمتسابق اللي هيرجع او مش هيقدر يشرب المية او هيستسلم ويدخل الحمام هيخرج من المسابقة لحد ما يصف العدد على شخص واحد هو اللي هيفوز بجهاز الناينتندو الوي في خلال بقى المسابقة دي وهي شغالة كانت متزاعة على الهواء والمزيع عمال يهزر مع المتسابقين ويعمل جو مرح واتصالات بقى عمالك جيلهم من المستمعين واللي يتصل يقولك انا شجع فلان واشجع علان وكل ما واحد يتزنق ويستسلم ويدخل الحمام المزيع يقولك فلان خرج مش هيكمل معانا والناس تتصل كل شوية وتليفونات وتشجيع وضحك وهزار والدنيا كانت ماشية ممتعة جدا على الساعة 8 صباحا بعد ما كل متسابق شرب خمس ازاز مية كان عدد المتسابقين اللي خرج من المسابقة مش كتير فالموظفين بتوع الازاعة حسوا كده ان المسابقة دي هتطول اكتر من اللازم فعلشان ينجزوا بقى يدوا الناس ازاز مية حجمها اكبر في خلال الساعات القليلة اللي بعد كده معظم المتسابقين خرج من المسابقة ما تبقاش في المسابقة غير اتنين جينيفر وبنت تانية وكانت المنافسة بينهم شديدة وكان الموضوع بالنسبة لهم مؤلم جدا لانهم كانوا حبسين البول بتاعهم ومش عايزين يدخلوا الحمام وجينيفر بقت تسرخ وتقول مش قادرة انا عايز ادخل الحمام فالموزيع يقول لها خلاص ادخل الحمام براحتك احنا مش حايشينه عنك والبنت التانية تقول خلاص انا بطني بقللت وكبرت مش هعرف حتى اقوم من مكاني وفي وسط جو الدحك والهزار ده جات مكلمة للبرنامج من واحدة من المستمعين وعرفت نفسها انها شغالة ممرضة وقالت للموزيع اللي انتو بتعملوه ده فكرة سيئة جدا وخطيرة وهتتسببه في موت حد بالتسمم المائي التسمم المائي باختصار هو انك تشرب كمية كبيرة جدا من الميا فالميا تخفف مجرى الدم وتتسببلك بورم في الدماغ وده اللي ممكن يدخلك في غيبوبة او الوفاة الموزيع سمع الكلام ده من الممرضة ورد باستهطار وسرخ وقال يا جماعة في حد هنا من المتسابقين مات وضحك وقفل الخط في وش الممرضة المتسابقة التانية بدأت تتريق على بطن جينيفر وتقول بطنها بقى الكبيرة قوي دي بقى تحامل وفضل الوضع على كده الحبة من الوقت لحد ما جينيفر اعلنت استسلامها ودخلت الحمام فللأسف ما فازتش بجهاز الناينتين دولوي وفازت بالمركز التاني وكان المركز التاني في المسابقة تذكر الحفلة مغنى مشهور عنده لما خرجت من الستوديو كانت راجع لبيتها بخبة امل انها خسرت الجهاز وابتدت تدخل في المراحل الاولى من نقص سوديوم الدم ودخلت بعد كده في مرحلة من الصداع الرهيب لدرجة انها نهارت في البكاء فاتصلت بزملتها في الشغل وقالت لها وهي بتتقلم انها تعبانة ومش هتقدر تيجي النهاردة وهتقعد في البيت زملتها دي ما كانتش تعرف موضوع المسابقة اللي هي كانت فيها وما كانتش برضو تعرف انها اخر مرة هتكلمها فيه وانها هتموت في خلال ساعات كمان شوية صاحبتها دي اللي في الشغل اتصلت بها تاني علشان تطمن عليها لكنها مردتش عليها فهي كان معاها رقم والدتها فاتصلت بوالدتها وحكت لها على تعب بنتها فالام قلقت واتصلت على بنتها ما بتردش عليها وبعد ساعة وصلت البيت عندها علشان تكتشف انها ميتة جوه الحمام بسبب التسامم الماء وكانت في اليوم ده شربت 9 لتر مية البرنامج اللي كان منظم المسابقة دي كان اسمه مورنين جريف لما تم اعلان وفاة جينيفر تم ايقاف بس البرنامج على القناة وتم طرد اي مقدم له صلة بالحادثة دي باي شكل من الاشكال الشرطة رفضت في الاول تعمل اي تحقيق لان ما فيش اي حد من المتسابقين تم اجباره على دخول المسابقة لكن في النهاية عائلة جينيفر رفعت ضعوة قضائية على الشركة المالكة للمحطة الازعية واسمها شركة انتركام وانتهت القضاية في سنة 2009 وخدت عائلة جينيفر تعويض قمته 16 مليون دولار فعلا الشيء لو زاد عن حده تقلب ضده حتى لو كان الشيء ده بسيط ومفيد للجسم زي شرب المية في شهر يوليو من عام 1848 كان في شاب عنده 25 سنة اسمه فينياس جيج في الوقت ده استلم وظيفة بناء خط سكة حديد عند نهر هاتسون في نيويورك وفي الزمن ده ابتدت تنتشر خطوط السكة الحديد في كل انحاء امريكا وكانوا محتاجين عمال كتير جدا زي فينياس يفجر الصخور علشان يعرفوا يمدوا خطوط السكة الحديد فينياس كانت وظيفته خبير متفجرات كانت وظيفته السابقة عامل متفجرات في المناجم لكن دلوقتي بقى شغله في السكة الحديد فينياس كان زكي جدا ونشيطه كانت شخصيته محبوبة من كل العمال اللي بيشتغلوا معاه كان قائد ناجح ولو كارزمة ودمه خفيف علشان كده في خلال شهرين بس من استلامه الوظيفة الجديدة اترقوا بقى قائد فريق المتفجرات بدل ما كان مجرد عامل تفجير عادي وهو كان متحمس جدا للترقية الجديدة دي خلاص بقى المهندس بتاعهم كلهم فمن فرحته بالمنصب الجديد رح عند الحداد وطلب من الحداد يصنع له حديد الدكة مخصوصة ليه يعني ايه حديدة الدكة دي؟ حديدة الدكة دي عبارة عن قضيب معدن طويل بيتم استخدامه في تعبئة المتفجرات عند عمال السكة الحديد لما بيكون في صخور كبيرة في طريق السكة الحديد عايزين يفجروها في الاول بيحفوروا حفرة صغيرة في الصخرة دي بس بيكون حفرة عميقة ويحطوا في الحفرة دي البرود او مسحوق التفجير وبعد كده بيحطوا فيها الفتيل بتاع التفجير قبل ما بيولعوا النار في الفتيل لازم البرود او مسحوق التفجير ده في الحفرة يدك علشان يبقى كتلة واحدة علشان لما تيجي تفجروا يديك نتيجة تفجير كويسة فبيجيبوا حديدة طويلة ويدخلوها في الحفرة ويفضلوا يدكوا مسحوق التفجير اللي جواها وبعد كده يولعوا النار في الفتيل ويفجروا الصخرة فينياس كان معاه حديدة بتاعته مخصوص بيدك بيها المتفجرات بس هو ما كانش عايز اي حديدة عادية تبقى معاه هو عايز حديد الدك تكون مميزة فرح عند الحداد وطلب منه يعمله حديد الدك مميزة كأنها تحفة فنية الحداد عمله واحدة طولها 120 سنتيمتر وفيها طرف مدبب زي راس الحربة والطرف الثاني كان عيدل او عادي وكان محفور عليها زخارف او ناقش تشوفها تقول عليها عصاية ملك وكان وزنها 6 كيلو جرام والتخانة بتاعتها 32 ملي يعني اكتر من 3 سنتيمتر فينياس كانت عجبها جدا الحديدة اللي عملها له الحداد وكان بيحبها لدرجة انه مش بس كان بياخدها معاه في الشغل ده كان بياخدها معاه في اي مكان بيروح في 3 سبتمبر سنة 1848 يعني بعد وقته قصير من الترقية بتاعت فينياس كان فينياس وفريق المتفجرات بتاعه بيفجروا الصخور اللي في الغابة فينياس كان واقف في المقدمة فوق موقع التفجير مباشرة علشان يشرف ويساعد في التفجير فالفريق بتاعه عمل الحفرة الطويلة دي والعميقة في الصخور وحطوا فيها مسحوق التفجير ووصلوها بالفتيل فينياس بقى جيب الحديدة بتاعته الدكاكة وفضل يدك بيها مسحوق التفجير في الفترة انا قلتلكم ان الحديدة دي فيها طرف مدبب زي الحربة والطرف التاني عدل او مستوي فهو كان بيدك البرود جوه الفتحة بالطرف العدل في الحديدة معنى كده ان الطرف التاني المدبب هو اللي كان خارج بره من الفتحة صاحبنا دا وهو عمال يدك البرود في الفتحة يظهر ان واحد من العمال وراه وقع او تزحلق من على الصخور في اللحظة دي فينياس بص وراه يشوف ايه اللي حصل للعامل ده وتقريبا في اللحظة دي وهو بيدك البرود وبيبص وراه حصلت حاجة خلت الحديدة تعمل شرارة من الاحتكاج جوه الفتحة فالشرارة دي خلت البرود يشتعل جوه الفتحة فالحديدة اللي كان بيدك بيها طلعت من الفتحة زي الساروخ وكان الطرف المدبب فيها باتجاه وشه الحديدة اختركت جنب وشه وعدت من ورا عينه الشمال وطلعت فوق من جمجمته وخرجت من جمجمته وطارت مسافة 24 متر ووعت على الارض غرقانة بالدم بتاعه واجزاء من دماغه الموضوع ده حصل بسرعة كبيرة جدا في جزء من الثانية لدرجة ان بعد ما الحديدة وعت ورنت على الارض فينياس كان واقف زي ما هو في مكانه متخشب وعينيه مفتوحين على الاخر وفجأة ابتدى الدم يخرج من دماغه زي النفورة وبعد كده ويع على الارض واول ما ويع على الارض دخل في نوبة سرعة العمال جريوا عليه وشلوه من مكانه لمكان تاني يكون مريح لجسمه لكن منظره بالشكل ده ونص دماغه طارت خلاص يعني هيموت في اي لحظة مفيش اي حاجة هتنفع تنقذه ففضلوا العمال واقفين في مكانهم في حزن وفي منهم اللي كان بيبكى عليه لانهم كانوا بيحبوه جدا لكن مرة واحدة فينيا سوقف عن حالة الصرع اللي كان فيها فقالوا خلاص هو كده اكيد مات لكنه فتح عينيه وبصلهم كده باستغراء وقام بنصه الفؤاني من على الارض وسأل العمال هو فيه ايه اللي حصل هو مش واخد باله انو نص دماغه انفجرت بحرب حديد وزنها 6 كيلو وطولها متر وعشرين سنتر العمال وهما شايفينه بيتكلم واعنيه مركزة معاهم وعقل واعي ما بقوش مصدقين سيبك انو لسه عايش دي الوحدة معجزة بس ازاي لسه صاحي وواعي ومركز في الكلام ولا كأن حشرة قرصته ومش حربة دخلت في دماغه العمال اتحايله عليه يسكت ومايتكلمش وطلبوا منه يستريح ومايجهدش نفسه فأمن مكانه قصادهم والدم طالع من دماغه زي النفورة ومشي لحد عربية السكة الحديد اللي بتوصل العمال للموقع وقال لهم خلاص كده يا جماعة شطبنا النهاردة وطلب من العمال يوصلوا المدينة العمال هيتجننه وهم شايفينه لونه كله بقى لونه احمر بعد ما الدم غرق جسمه كله وقاعد في عربية السكة الحديد وهو بالمنظر المرعب ده واستناهم ييجوا علشان ينقلوا المدينة العمال رجبوا العربية ومشيوا بيها في طريقهم للمدينة المسافة ما كانتش كبيرة حوالي كيلو متر ونص بس عربيات نقل العمال دي بتبقى ماشية بطيئة ع السكة الحديد وهما ماشيين بيها السكة كان هو قاعد هادي في مكانه وعمال يبص كده حوالي بنص راسه والدم خارج منها والعمال هيتجننه وطول السكة بصله ومتوقعين انه هيموت منهم في اي لحظة وهو عادي ولا كأنه حصله اي حاجة وعمال يبص كده وكده على الطريق بنص دماغه اللي باقي وبعد شوية افتكر حاجة مهمة راح مطلع الدفتر من جيبه وكتب في الدفتر امتى العمال وقفوا شغل في الموقع علشان الابور بتاعتهم مضعش عليه واخيرا وصلوا بيه للمدينة وهو عادي عمال يبص حواليه ويكلم الناس ولا كأن حاجة حصلته لحد ما في الاخر العمال وصلوا الفندق اللي كان مقيم فيه وهو دخل الفندق بمنظره ده نص دماغه وطالع منها نفور الدم ولونه كله احمر كل اللي في الريسيبشن شافوه لطمه لحد ما قاعدوه على كورسي في الريسيبشن ورحوا يجيبوله دكتور والناس تبصله ومش مصدقة وهو عادي جدا ولا كأنه مهتم الدكتور نفسه لما جيه شوفه ما بقاش مصدق ان الشخص ده لسه عايش ومستغرب هو ازاي لسه فوعي ومركز بعينيه وبيسمع كويس ولا بيتقلم ولا بيسرخ لا ده كمان بيهزر مع الناس قال للدكتور ايه رأيك عندك شغلانة حلوة النهاردة الطبيب افترض انه رغم انه نيجي من الموت بقعجوبة بس هو كان شايف ان الراجل ده مش هيعيش كتير وهيموت بالكتير في خلال ساعات متأثر بالجروح الرهيبة دي في دماغه الطبيب خده الغرفته في الفندق وحطه على السرير وكان الطبيب في اللحظة ده حاسس انه معندوش اي وسيلة يقدر ينقذ بيها الراجل ده بس اللي ممكن يعمله معاه انه يخلي موته مش مؤلم وما يحسش بالعذاب وهو بيموت لكن فنياس مش هيموت ولا حاجة والنزيف هيوقف وهيبقى زي الفل لكن مع الوقت الراجل ده عقليا اتغير بعد الحادثة دي شخصيته معددش زي الاول اللي هو القائد الواصق والزاك اللي بيحب الدح دماغه بقت عاملة زي دماغ الطفل ويقول على حاجات كتير ما حصلتش في الحقيقة ويتفاخر ويقول للناس على النجاحات هو عملها وهي كلها قصص هو مختراع لكن على كل حال هو فضل عايش وبخير رغم انك لو شفته على الحقيقة هتلاقي دماغه بتنبض من تحت الجلد مكان الحادثة خلال عامين من اصابة الراجل ده حصلت له حاجة في عقله خليته يحب ويعشق حديدة الدك اللي دخلت في دماغه بعد اصابته دي حاله تغير وما بقاش يكون اي صدقاء واي اصدقاء ليه ما كانش حتى بيحافظ على علاقة الصداقة معه بدل كده كانت الحديدة اللي فجرت دماغه هي كل حاجة عنده في الدنيا هي صاحبته ومراته وبنته وكان بيحبها جدا وبيخدها معاه في اي مكان لدرجة انه تصور مع الحديدة دي زي العريس اللي متصور مع رستو بعد 12 سنة من الحادثة دي فينياس بقى بتجيله نوبات مرض او سرع لحد ما مت واتدفن مع الحديدة بتاعته الحادثة اللي حصلت للراجل ده عملت قلبان في علم الاعصاب والعلماء بقوا يعملوا عنها دراسه ازاي حادثة زي دي في الدماغ غيرت من شخصية فينياس لحد يومنا ده جمجومة فينياس والحديدة بتاعته محطوطة في جامعة هارفرد وبس هو ده كل اللي هتعملوه لو عجبتكم القصص دي او عجبكم الفيديو ده ان انتو تعملوا ليه لايك وشير من كل اكاونتاتكو على مواقع السوشيال ميدي واللي لسه مش مشترك في قناتنا على يوتيوب او عمل لنا متابعة على صفحة الفيس يا ريتي تابعا علشان تظهر لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما تتحمل ومن هنا لحد ما اجهز لكم قصص جديدة اشوفكم على الف خير وقولوكم مع السلام